مرحب دوركم ان شاء الله تكونوا كامل بخير يا ربي جيناكم بتدبيره خفيفه سهل ستتحضير وابنينه راقية لسهاراتكم الرمضانية كونافه محشيه بالشوكولات ومحشيه بالكوكاو نروح لطريق التحضير بسم الله الرحمن الرحيم نشريو الكونافه اللي يتباع في الحنود نحطها في العشوار تاعنا نرحيوها شوية نضيفو عليها زوز ملعق كبار سكر غلاسي شوية زبدة ذايبة نفرشو في الملتعنة حفوان بعد ما ندهنو الملتعنة بالزبدة نفرشو فيها الطبقة الأولى نجيبو شوكولاتة الطالي نضيفو شوكولاتة ونضيفو فوق منها كوكاو كنا قليناه وحمصناه ورحيناها رقيق نزيدو نعاولو الطبقة الثانية نديرو بنفس طريقة لكون فتعنا معها سكر غلاسي ومعها زبدة ذايبة نخلطها مليح ونجي نحطو الطبقة تاعنا نفوق خاليط الشوكولات والكوكاو نرسوها مليح مليح نصبو عليها زبدة ذايبة نحطوها الطيب على نار هادية على نار هادية ونحنا ندورو واذا حكمت رحها احنا في الملتع بتقدري تقلبيها وتعود يترجيها عجها لاخرى وتخليها تحمار كي تحمار نشربها بالعسل مع الزهر وهنا نضيفو لها شوكولات بيضاء شوكولات سوداء مكسرات تزيين اختياري زيني بالحاجة اللي تحباها مبقى لي غير نقول لكم وما تنساوش تجربوا وصفتنا هيلة وبنينا وسهلة لصعاراتكم الرمضانية ووصفة بنينا وتقدري تديرها مينيك ونفع وتقدري تديرها في مول كبير مبقى لي غير نقول لكم وصحة صحوركم وما تنسوناش في اللي جام لي كومنتير وبينصير ابوني للقناة بهذا الحكم وصفتنا وسلام اشتركوا في القناة